السيدات والسادة مساء الخير اللغة والكتابة كانت أول وأجمل إبداعات المصريين منذ آلاف السنين سجلوا بها تفاصيل حياتهم على جدران معبدهم كتبوا بها أشعارهم وتغنوا بها في مناسباتهم وحتى اليوم ما زلنا نستعمل في لغتنا العمية الكثير من مفردات ومعاني هذه اللغة البديعة يحكى أن أمير الشعراء أحمد شوقي رغم كتابته بالفصحة إلا أنه كان يعشق اللغة العمية المصرية وكان يرى أنها أكثر سحرا وأغنى تعبيرا عن المشاعر ويقال أن شوقي من شدة أعجابه بأسجال وأشعار بيرم التونسي التي كتبها باللغة العمية كان يحشى على الفصحة من عمية بيرم اليوم ونحن على مشارف شهر رمضان المعظم الذي غنى له المصريون وكتبوا فيه أجمل الأشعار نستضيف شاعرا كبيرا طالما احتفت أشعاره بهذا الشهر الفضيل الذي طبع عليه المصريون بصماتهم ولونوه بعاداتهم الأصيلة ضيفنا مبدع مصري كبير اختلطت في جيناته أصالة الصعيد بروح مصر القديمة كتب بالعمية أجمل الأشعار والأغنيات وفتحت قصائده الجريئة عند الشدائد طاقة أمل لكل المصريين اليوم نسأله كيف يتحدى المصريون بالشعر والإبداع أصعب الظروف كيف يصنع المصريون بهجة أيامهم وكيف حوالوا شهر رمضان وكل مناسباتهم الدينية والوطنية إلى قصائد شعر وأغنيات حب للحياة عن المصريين وكيف يحطفون بشهر رمضان وبالمناسبات الدينية والوطنية عن الشعر في حب الوطن والحياة حديثنا اليوم من مصر أهل بكم